هلو برابادي دستو دكتور محمد البنا ان شاء الله رح أكون معكم في مادة الهيستولوجي في ميديول الأندقرين محاضرة الهيستولوجي هذ الميديول هي محاضرات سهلة محاضرات بسيطة يعني هم كلهم محاضرتين والمحاضرتين بصراحة سهلات كتير ومهمة لأنه at some point هدول المحاضرات رح يعملو لك زي فكرة عامة عن الغلانز الموجودة عنا وكيف الهرمونات التي بتطلع وهي الغلانز وين موجودة وهي الغلانز وين موجودة فبكون هيك يعني زي فكرة عامة عن الغلانز الموجودة بالإضافة للهرمونز اللي بتطلع منها طبعاً بدايةً وقبل ما نبلش بالشرح دائماً كالعادة في كل محاضرة في أول مديول بعد المديول اللي قبله دائماً منحبه كنحكي بعض الكلمات اللي تساعدكم وتخليكم تعمل هيك كويك ريكوفري لللي صار معكم هلأ خلال الفترة الماضية أكيد كان في إجهاد بدني في إجهاد ذهني دراسة مستمرة صهر لساعات طويلة في الليل نوم أكيد ما كان منيح كان في إجهاد أكيد على المستوى البدني وعلى المستوى الديني وهذا الإشي يعني أكيد الإنسان بيحتاج أنه يعمل زي ريكوفري منه يطلع منه عشان يستعيد الطاقة مرة تانية ويقدر يدخل في المديول الجديد طبعاً للكل للجميع الله يعطيكم ألف عافية أكيد تعبتوا وأكيد يعني اللي مريته فيه مش سهل وإن شاء الله ربنا بتمم عليكم بالعلمات اللي أنتو بتتمنوها بس يعني أنا دائماً بحب هيكة يعني خليكم في الواقع خليكم في الرياليتي الواحد ما يصير في عنده إماجينيشن ويصير في عنده أفكار خارج الواقع الواقع بكل بساطة أنه أنه العلمات العلمات اللي أنتو يعني بتزعلوا عليها أو مثلاً واحد بيجي يزعل أنه أنا والله إليش ما جبت خمسين تجميع أو إليش ما جبت خمس وخمسين أو إليش ما جبت فل مارك بصراحة الواقع بيحكي لك أنه إلي جاب خمسين وإلي جاب خمس وخمسين والإلي جاب خمس واربعين يعني ما في فريق يعني أهم إشي أهم إشي إنك إنك لما تدخل على الفاينل أو لما تدخل إنتي على الفاينل تكونوا داخلين مرتاحين ليش مرتاحين نفسيا مش أكثر يعني تكون مرتاح إنك إنت ضامن النجاح مش أكثر من هيك هل معنى كلامي إنه الواحد ما يدرس أو إنه الواحد خلاص لا طبعا أنا ما بحكي إنك ما تدرس لا أدرس وبذول اللي عليك وبذول اللي إنت بتقدر عليه بس لا تزعل لا تزعل لأنه بالآخر والله مش فارقة والله اللي بيجيب خمسين وخمس وخمسين هو أخوه أخو الخمس واربين ترى يعني ما هتفرق لما تطلع وتتخرج إن شاء الله عخير اللي جايب ستة وسبعين جايب زي اللي جايب ستة وثمانين اللي جايب سبعة وسبعين جايب تسعين ما في فرق يعني إحنا نظامنا واقعنا ما في فرق خصا لناس اللي بتضل بره جوه البلد بره البلد طبعا هم لا سألين لا في جامعة مؤتة ولا سألين في معدلك ولا سألين في شيء هم سألين في شو إنت عندك شهادات إنت شو مقدم امتحانات زي اليوساميليز زي البلابس زي ألمانيا مثلا بدها اللغة تاعتك وبتطلع فانو يعني اللي بتحكيكو يا انو تاكيت ايزي أبدا ما تتوتروا و أبدا ما تزعلوا أعملوا اللي عليكم وأنا باعتبار أي واحد بيجيب فوق ثلاثة واربين اربع واربين تجميع بسراحة فالله يقويكم مديول اندوكراي مديول زنخ أنا راح من الناس اللي ما بحبوش أبدا لانه مديول فيه محوضات كثير ميتابوليزم وبايو كيم وانا شخصيا لا بحب الميتابوليزم ولا بحب البايو كيم واتوقع اني لما كنت في عملكم اودت هذا المديول يعني ويجبت العيد فيه ما طبعا ما رصبتش بس يعني اودته اودته ودرست بس مراد الاناتوميين هستولوجين ميتابوليزم والله بجوز ما قربتش عليها كلها فيعني ادرسوا مني اهما انه مديول مش هين بصراحة وجاي اخر الفصل فالواحد بكون يعني بصراحة اكزوستد وبنفسه بقت يعني اكزوستد وبنفسه بقت ممكن تجيب فيه علامة عالية لانه الفاينل بكون دايركت بعد المد ففيه فرصة انك تجيب فيه علامة فان شاء الله الله يوفيكم جميعا ويلا نبلش فيه محاضرات الهستولوجي في محاضرة هستولوجي هاي محاضرة بسيطة بصراحة وممتعة لانها بتحكي قاعدة عن الغلانتز تمام والغلانتز بالعرب هي الغدد الغده تمام وهي الغدد او الغده تقسم الى أنواع تقسم الى أنواع هاي الأنواع اللي تقسم الى الغده هي بناء على وظيفة الغده نفسها يعني كيف الغودة بتشتغل بتم تقسيمها بمعنى هلأ في غدد في غدد بيكون بيكون بتفرز بتفرز إفرازاتها سواء كانت إنزايم هورمونز كيميكلز أي إشي وهالإفرازات بيكون في دكت هذا الدكت بيأخذ هالإفرازات مثلا بيخليها تروح على الفم مثلا زي السليفري غلانز زي مثلا البنكرياس إفرازات البنكرياس كلها بتتحمل بالدكت تبع البنكرياس وبتصب وين بتصب في الدودينام فهي من الآخر عبارة عن غدد تمام عم تعمل إفرازات وهالإفرازات عم تطلع لبر الجسم تطلع مثلا على الأورال كافيتي تطلع على الدودينام فهاي من نسميها إيش الإكزوكرايني بلانز تمام هاي اسمها إكزوكرايني بلانز تمام هلا النوع الثاني من الغدد هي غدد بتعمل هرمونز بتعمل كيميكلز بتعمل مواد كيميائية بتعمل هرمونات وهاي الهرمونات بتصب داخل الدم تمام فهي داخل الدم ستجو الجسم ما عم تطلع لبر الجسم جوا الجسم فهاي من يسميها إيش إندوكرايني إجلان في عندنا إيندوكراين إقلان الكرياس عنده إكزوكراين فنكشن بيطلعها مع الدينم والإندوكراين فنكشن الآيلتس أو في لانجرهان زي الإنسولين وما إلى ذلك تمام فها هي الخلايا وإذا بنا نشوف هاي في عندنا هون الإكزوكراين بتكون عندنا الأسيناي هاي المنطقة البورشين اللي هو هذا السكرتيري بورشين الأسيناي وفي عندنا دكت وهذا الدكت بيطلع لبرة وبكل إفرازها تطلع لبرة الجزء الثاني اللي هو الإكزوكراين الإندوكراين، الإندوكراين بتكون الخلايا هاي السكرتيري بورت، تمام؟ وبيكون بالنص في هيكا تيني كابيلاريز كابيلاريز صغار بين هدول الخلايا الإفرازات اللي بتطلع أطول بتدخل وين؟ داخل الكابيلاريز وبتنتقل إلى أنحاء الجسم المختلفة تمام؟ وفي عندنا آخر إشي اللي هم إيش المكسوكراين، سواء كانت إندوكراين أو إكزوكراين، تمام؟ أوكي، هلأ زي ما احنا شايفين عندنا الصورة هاي بتبيننا إنه كيف تيجي هاي هون عندنا الإكزوكراين، كيف تيجي، عندنا الأسيناي هون وعندنا الدكت، وبعدين السكرتيريز تطلع لبرة وعندنا الإندوكراين، الإندوكراين بتكون خلايا زي هيك، تمام؟ ما عندنا دكت، ما عندنا أسيناي، والإفرازات بتنزل في هاي الأسيناي وتطلع عن طريق الدكت، لا، بتكون محوطة بالكابيلاريز، والكابيلاريز تأخذ هاي الإفرازات وبترسلها إلى أنحاء الجسم المختلفة تمام، هلأ يعني بدنا نحكي عن إحدى تركيزنا في هذا المدير، على الإندوكراين، على الإندوكراين جلان وعن الإندوكراين سيستم إن جنرال هلأ أنا لما أحكي إندوكراين سيستم، أنا أقصد، أقصد، هي عبارة عن من دكتلس جلاند، دات سكريت هرمونز، وذن سبيسيفيك أورغن، فهي دكتلس جلاند، يعني ما عندنا، يعني هاي الغداد ما عندها دكت، بتفرز هرمونات، أو بتفرز مواد كيميائية، تمام؟ وهي المواد الكيميائية بتروح تشتغل على سبيسيفيك أورغن، تمام؟ هلأ هاي المواد الكيميائية اللي بتفرزها هاي الخلايا، بنسميها هورمونز، تمام؟ والهورمونز هي عبارة عن كيميكالز، تمام؟ small chemicals act as a messenger، تمام؟ act as a messenger can enter the bloodstream and cause action on target cell or tissue فهدولة الهرمونز هي الهرمونات هي عبارة عن مواد كيميائية chemicals تدخل على الدم، مثلا أنا بدي أروح، مثلا في عندي ما، خلنضروب مثال يعني زي مين؟ زي مثلا واحدة من الهرمونات زي thyroid stimulating hormone اللي بيطلع من البتوتريغلاند، هلأ هنحكي عن الموضوع هذا هرمون كيميكال بيطلع من غدة، هاي الغدة موجودة وين؟ موجودة في الدماغ، تمام؟ هاي الغدة موجودة في الدماغ، هلأ هذا الكيميكال اللي بيطلع من هاي الغدة اوكي، بيدخل لبلاد ستريم، ماشي؟ هلأ بيدخل لبلاد ستريم، اسمه thyroid stimulating hormone، هن دروح، دروح على thyroid gland ليش دروح على thyroid gland؟ دروح على thyroid gland، عشان يعطي إشارة للthyroid gland أنه thyroid gland بلش اشتغلي وفرزيلي الثيروكسين أو الثيرويد هرمون، تمام؟ هاي مثال، هاي عبارة عن hormones small chemicals، عبارة تشتغل as a messenger، واضفتها أنها تروح على target cell وتعمل function معينة، تمام؟ أو تعمل action معينة، تمام، هلأ، احنا سميناها endocrine system ليش؟ لأنه هو سيستم متكامل، في عندك الخلايا اللي بتفرز هذا الهرمون، في عندك ال cabillaries والblood stream، في عندك ال target organ، طيب، هلأ هذا الendocrine system يقسم، يقسم بناءً على مكان ال target organ، أها، شو يعني؟ هلأ، ال target organ، تمام، ممكن يكون بعيد، زي مثلاً البتوتري، البتوتري gland جاي في الدماغ، والthyroid gland، عفواً، جاي وين، جاي في الرقبة، فهذا distal، في مسافة بيناته فهلأ، لما حكينا المثال، تبعاً حكينا أن البتوتري gland تفرز ال thyroid stimulating hormone، هذا بده يدخل ال blood stream، وينزل عند ال thyroid gland، فهي مسافة كبيرة، هاي مسافة كبيرة، أوكي، فهي سميناها، فهذا من سميه إيش؟ الendocrine، هذا ال pattern of hormone action، فيه إلو أكثر من pattern، هلأ، ال pattern الأول هو الendocrine pattern، اللي هو أنه الorgan يكون بعيد، distal organ أو distant target cells، زي مثلاً ضغطت الكمية، طبعاً، هلأ، فيه أنواع تانية، تمام، شو الأنواع التانية؟ النوع التاني إنه يكون مثلاً الهرمون هذا، الهرمون بديشتغل على nearby cell، تمام، سل قريب منه، سل جنبه، تمام، هذا ما يسميه الباراكراين، الباراكراين، هرمون that affect neighboring cells، يعني الخلايا اللي بتكون جنب، مين؟ جنب الخلية اللي بتفرز الهرمون، يعني تكون الخلية كثير قريبة عليه، تمام، هذا النوع الثاني، طب النوع الثاني، الثالث اسمه autocrine، شو يعني autocrine؟ autocrine معناته أن الهرمون، الهرمون بيشتغل على نفس الخلية اللي بتفرزه، تمام؟ hormone act on the cell that secrete them، فالخلية نفسها اللي بتفرز هذا الهرمون، بتروح الهرمون بيشتغل على نفس الخلية اللي بيفرزها الهرمون، تمام، شو كمان الباراكراين الثاني للهرمون، ممكن هرمونات تكونوا neuroendocrine هرمون، تمام؟ ودول كأنه أخدتوهم إنتو في ال GI، برضو في عنا ال neuro transmitters اللي هم من ناقلات العصبية اللي بيشتغلوا عند nerve terminals، تمام، ودول برضو يعتبروا من جماعة ال endocrine system، فإحنا عدنا ال pattern of hormone action، واحد endocrine، اثنين paracrine، ثلاثة autocrine، أربع neuroendocrine، وخمسة neurotrans تمام، هاي الصورة بتبين لي الكلام اللي حكيناها، هلا الكلام اللي حكيناها حكينا إنه إحنا عدنا ال endocrine cell، ممكن تفرز الهرمونات تايتها، تروح على bloodstream، وتروح على distant target cell، distant target cell ما عدتو السيل هديك بعيدة، مع عدتو هذا ال type هو إيش؟ ال endocrine type، تمام؟ وفهرمون pattern، طيب، الطيب الثاني إنه تكون الخلية اللي بتفرز الهرمون تبعها، تفرزو، بروح بيشتغل على خلية قريبة منها، فهذا منسميه إيش؟ منسميه paracrine pattern، أوكي، paracrine، لأنه الخلية الثانية اللي بتشتغل عليها هي خلية قريبة، تمام، هلا، النوع الثالث، النوع الثالث اللي هو إيش؟ اللي هو ال endocrine، اللي الخلية نفسها بتفرز الهرمون، وهذا الهرمون بيشتغل وين؟ بيشتغل على نفس الخلية، أوكي، على نفس الخلية، النوع الرابع اللي هو ال endocrine وال endocrine وال endocrine وال endocrine وال endocrine وال endocrine أوكي، احفظوهم لأنه ممكن يتيجوا سؤال أوكي، خلينا نعرف هلا شو أنواع ال endocrine gland اللي بتفرزي هاي الهرمونات، ونعرف وين أماكن موجودة؟ هلا إحنا، إحنا، بصراحة، في عنا كثير glans، تمام؟ وإحنا عشان نحفظهم لازم نكون systematic، كيف يعني systematic؟ يعني نحفظهم من الرأس لعين، وإنزل، تمام؟ نبلش بالرأس، شو في عنا glans موجودة في الرأس، شو في عنا glans موجودة في الرقبة، شو عنا glans موجودة في البطن والصدر، وشو في عنا glans موجودة في الحوض، أوكي؟ نبلش في منطقة الرأس، في عنا two main glans، في عنا glans الأولى اللي هي من يسمى أو three main glans، في عنا hypothalamus، تمام؟ في عنا pituitary glans، وفي عنا إيش؟ البنية، البنية glans، تمام؟ ففي عنا three main glans موجودين في الرأس، أوكي؟ هلأ، ننسل على الرقبة، الرقبة في عنا two main glans، في عنا thyroid، والparathyroid glans، تمام؟ وفي عنا كمان glans موجودة لتحت شوي باليتشست، اسمها thymus gland, thymus gland thymus gland هاي موجودة بنعرف إحنا لحد فترة معينة من العمر، بعدين بتختفي، وظيفتها تعملي maturation للT lymphocyte، تمام؟ النوع الرابع أو الشيء الرابع هو ننظر على البطن، البطن شو في عنا؟ عنا البنكرياس، عنا الأدرينا للGrants، الأدرينا للGrants تمام؟ الأدرينا للGrants أو السوبرارينا للGrants، وعنا البنكرياس اللي موجودين في البطن، ننزل شوي للحوض، في عنا إيش؟ في عنا الغوناتز، زي الأوفريز وزي التيستس، هدولة بردو Glants، أوكي؟ فإحنا في عنا هدولة الMain glans، فالمain glans هدولة اللي حكيناهم، تمام؟ بدأنا في الرأس، الرقبة، البطن، تمام؟ والحض. هلأ انسولي الثايمس حطوها على جنب، احنا حكينا عني الثايمس حطوها على جنب. هلأ هدول اللي إحنا ذكرناهم بس بدون الثايمس هدول يسميهم الـ principle glands هدول الـ principle هدول الأساسيات، تمام؟ هدول اللي حكناهم هم أساسيات. تمام؟ هلأ في عنا glands غيرهم هدولة؟ في عنا endocrine glands غير هدول اللي حكيناهم؟ في عنا الثايمس حكينا عنها، في عنا الكيدني، الكيدني برضو عندها endocrine function مش بتفرز الـ erythropyotein والـ erythropyotein كثير مهم لتصنيع الـ red blood cells، فالكيدني برضو تعتبر إيش؟ تعتبر endocrine gland لعنا الـ heart، الـ heart في عنا هرمون بفرزه اسمه الـ Atrial Neuro... الـ Atrial Neutrotic Peptide اللي بيطلع من الـ اللي بيطلع من هذا الـ heart، هذا برضو، الـ heart يعتبر هيك endocrine organ، تمام؟ برضو عنا الـ adipose cells بتطلع للـ leptin، كي؟ هدولة إيش؟ هدولة عبارة عن other endocrine organisms، مش الـ principle الـ principle اللي اللي حكينا عنهم بالتكسيم بتاعتنا من الرأس، الرقبة، البطن، والحوض، أوكي؟ وفي عنا الـ local hormones، زي الـ GI tract، تمام؟ في عنا الـ neuroendocrine system، في الـ GI tract، وعنا الـ Neuroendocrine system، في الـ GI tract، وعنا الـ Neurotransmitters هدولة عبارة عن local hormones، مش تغلو في أماكن محددة فقط، أوكي؟ هلأ نيجي نحكي عن الـ structure، الـ structure، تبع مين؟ تبع الـ endocrine cells، أو الـ endocrine glands، هلأ الـ endocrine gland، أو زي أي gland، تتذكروا لما كنا نحكي عن الـ saliva gland، كانت في عنا الـ stroma، كانت في عنا الـ paranchyma، والـ stroma بنعرف إنها هي عبارة عن الـ connective tissue، والـ paranchyma هي عبارة عن شو؟ عبارة عن الـ functional cell، عبارة عن الـ tissue، الـ main tissue، الـ cells نفسهم، الـ stroma في عنا الـ connective tissue inside the gland، وفي عنا الـ connective tissue capsule، وعنا الـ loose tissue، تمام؟ في إنا الـ connective tissue inside the gland تمام وفي إنا الـ connective capsule اللي هو اللي بيحوط الجلان وفي إنا الـ loose tissue هذا اللي بين الخلايا أوكي هلأ هاي الاسترومة بتاعت الـ endocrine gland بتشبه الاسترومة بتاعت الاكزوكراين جلان زي الزليبر جلان هلأ الـ paranchyma الـ paranchyma هون بتفري الـ paranchyma في الاكزوكراين جلان كانت تتكون من الأسين عاي ومن الدكت صح؟ في علم الدكت والأسينول هون الـ paranchyma في الـ endocrine gland مختلفة نوعا ما ليش؟ لأن هي بتتكون من مجموعة من الخلايا السيلز وبين هدول السيلز في إنا plexus of blood vessels هي بتتكون من شغلتين الـ paranchyma تاعت الـ endocrine gland plexus of blood vessels بالإضافة لشو؟ بالإضافة لـ السيلز اللي بتكون في الـ السيلز اللي بتكون اللي هي اللي بتشكل الـ endocrine gland تمام؟ هلأ الـ بدنا نحكي إنه السيلز هاي السيلز بتكون مرتبة تمام؟ يعني السيلز داخل الـ endocrine gland بتكون مرتبة إما على شكل follicles يعني تجمعات تجمعات من الخلايا على شكل دوائر نسميها follicles أو إنها تكون cords يعني عبارة عن خطوط cords كورتز زي هيكة الكورتز وين منشوفهم أكثر إشي؟ منشوفهم في الـ pituitary gland ومنشوفهم في السوبرارينل gland بكون عبارة عن كورتز تمام؟ كورتز أوكي؟ هنا عندنا الـ pituitary هنا توقع السوبرارينل الـ follicles بنشوفها وين منشوفها في thyroid gland thyroid gland thyroid gland عبارة عن follicles بتكون الخلايا متجمعة على شكل دوائر الدوائر بنسميها follicles بينما الكورتز بتكون على طريق هيكة أعمدة أوكي؟ هلأ هيك إحنا بنكون خلصنا الـ overview العام عن الـ endocrine gland شو بدنا نبلش بأول endocrine gland هو اللي بنسميها الماستري gland أي شيئا هي الـ pituitary gland الـ pituitary gland وينما كانها حكينا؟ حكينا مكانها في الدماغ تمام؟ وبالعربي معناها الغدة النخامية تمام؟ ها هي الـ pituitary gland أوكي؟ ها هي الـ pituitary gland ترجو كيف نازلة من الدماغ اسمها pituitary gland وهي يسميها الماستر gland تمام؟ الماستر gland هنعبى فليش الماستر gland بس أعرفوا لي وين مكانها؟ مكانها في الـ brain تمام؟ نازلة من الـ brain تمام؟ موجودة في منطقة حفرة هيك داخل السفينويد بون نسميها السلة تورسيكا هاي حتخذوها في الأناتومي أوكي؟ فها هي الـ pituitary gland هلأ خلينا نعرف الـ pituitary gland الـ pituitary gland الـ pituitary gland إلها تسميه ثانية يسمها Hypothesis cerebrite تمام؟ حكينا is attached at the bottom of the hypothalamus by a cylinder style called the infindibulum تمام؟ فهي نازلة من الـ hypothalamus تمام؟ ومتعلقة فيه عن طريق cylinder stalk اسمه الـ infindibulum أوكي؟ هلأ هاي الـ pituitary gland هاي القطة الصغيرة اللي نازلة من الـ hypothalamus اكتشفوا اكتشفوا إنها تقسم إلى قسمين إلى جزء أمامي سمينا الـ anterior part وإلى جزء خلفي سمينا الـ posterior part أوكي؟ هلأ هاي التقسيمة عادةً بيستخدموها جماعة الأناتومي بس بالـ histology احنا ما عنا شكل تقسيمة احنا عنا إنه قسمناها الـ anterior posterior لأنه الـ anterior فيها خلايا معينة بتعمل function معينة والposterior فيها خلايا معينة بتعمل function ثانية تمام؟ فالمنطقة الأمامية سميناها Adeno Hypothesis والمنطقة الخلفي سميناها Neuro Hypothesis وإذا بتلاحظوا إنه Neuro Hypothesis وفيه Neural Cells موجودة في المنطقة الخلفية من وهذا الإشي راح نكتشفه الآن لقدام أوكي؟ هلأ، ليش سميناها البتوتري جلاند بـ الماستر جلاند لأنه هاي البتوتري جلاند بتفرز هرمونات كثيرة وهاي الهرمونات وظيفتها إنها تتحكم تتحكم بأجزاء مختلفة من الـ organs في الجسم فمثلا هاي البتوتري تخرج الهرمونات اللي بتحكم في السيرودي جلاند تفرز الهرمونات اللي بيتحكم في السبرارينة لجلاند تفرز الهرمونات اللي هو الـ Growth Hormone تفرز الهرمونات اللي Prolactin اللي هو اللي بتحكم بإفراز الحليب تفرز الهرمونات اللي بتحكم بإنقباض الرحم الأكسوتوسين من الـ Posterior Part of the Petotere Gland عشان يسميناها الـ Master Gland لأن تفرز هرمونات كثيرة وهاي الهرمونات تتحكم بأجزاء مختلفة من الجسم أوكي هلأ زي ما حكينا أو as we said يعني إنو الـ Petotere Gland اسمها الـ Hypothesis Cerebride جاي وين؟ جاي في السفينويد بون إنها كافيتي منسميه السلة تورسيكا وهاي السلة تورسيكا نايمة فيها أو محطوطة فيها أو نازلة فيها الـ Petotere Gland الـ Gland تمام؟ هلأ هاي الـ Petotere Gland covered by Diaphragm Celi أو فولد من الـ Dura matter تمام؟ وزيها زي أي Gland تتكون من السترومة وتتكون من Parenchyma وإحنا بنركز على Parenchyma تمام؟ لأن السترومة إحنا بنعرف السترومة معناها connective tissue فهي surround with thin connective tissue capsule وفي loose connective tissue تمام؟ between the capsule and the periosteum تبع السلة تورسيكا أوكي؟ فالـ Stromة إحنا خلصانين منها هلأ إحنا مشك.. فكرتنا وين في Parenchyma؟ زي ما حكينا الـ Petotere Gland تقسم إلى Adeno Hypothesis و Neuro Hypothesis يعني Anterior Part و Posterior Part هلأ خلينا نحكي على Posterior Part بسرعة بما إنه حكينا Neuro Hypothesis ومعناته Posterior Part طبيعة السلز اللي حتكون فيه هي سلز أو هي Neuronal Cells تمام؟ Neuronal Cells أوكي؟ ومعنا زي منا سيرت أي Neuronal Cells أو أي Neuronal Organs تمام؟ أو أي إشي إلو علاقة في الـ Neuron طبيعة الخلايا اللي فيه بتكون تتكون من two main types of cells النوع الأول من الخلايا بنسميه الـ Neurons تمام؟ اللي هو الخلايا العصبية الـ Neurons والخلايا الدائمة اللي هي الـ Neuro Glyle Cells الـ Neuro Glyle Cells أوكي؟ فإحنا في الـ Neural Component أو Neuro Hypothesis فيه إحنا نحكي قاعدين عن إشي إلو علاقة في الـ Neuron معناته إحنا نوع الخلايا رح تكون موجودة هي خلايا إلها علاقة في الـ Neurons فمعناته إحنا حيكون فيه الـ Neuronal Cells وفيه عند الخلايا الدائمة اللي هي الـ Neuro Glyle Cells بينما في الـ Adeno Hypothesis هيكون عندنا الـ Component هو عبارة عن Epithelial Cells أوكي؟ Epithelial Cells هنحكي أكثر الآن عن الـ Adeno Hypothesis والـ Neuro Hypothesis طيب هلأ ما في حدا منكم سأل حال وسؤال ليش إنه الـ Pituitary تتكون من جزئين؟ من وين إجوا هدول الجزئين؟ ليش الجزء الأمامي يتكون من مثيل السلز والجزء الخلف يتكون من Neuronal Cells؟ الجواب برجع للـ إمبريو لو نرجع في الإمبريو ونعرف كيف تكون الـ Pituitary Gland وسألنا حالنا كيف تكون الـ Pituitary Gland راح نلاحظ إنه الـ Pituitary Gland إجت من اتحاد شغلتين شو هم الشغلتين؟ لو نجي نبكز بهاي الصورة إجت من اتحاد الاكتوديرم من الفالنكس طلع لفوق والـ Neuro Ectoderm اللي بيثون للـ Brain نزل من فوق تمام؟ نزل لتحب فإجا للـ Neuro Ectoderm لورا والـ الفارنجيل أو الفارنكس أو الأوروفارنكس اكتوديرم إجا لقدام فصار المنطقة الأمامية Epithelial Cells والمنطقة الخلفية Neuronal Cells فعشان هيك الـ Pituitary صار إلها Anterior و Posterior Loop الـ Anterior Loop جاي من الفارنكس الفارنكس اكتوديرم والفارنكس اكتوديم تحتوي على Epithelial Cells بينما الـ Posterior Part of the Pituitary إجا من الـ Neuro Ectoderm هو اللي بيحتوي على خلايا عصبية على الـ Neuronal Cells فإذا يجينا أخذنا مقطع في الـ Pituitary Gland وصبغنا هاللاحظ إذا في حد بيشوف هاي الصورة وحكي له وصف لي إياه وحكي له والله في جزء غامق وفي جزء فاتح الجزء الغامق هذا هو الـ Adeno Hypothesis اللي هو الـ Anterior Part of the Pituitary Gland بينما الجزء الخلفي هو الـ Neuro Hypothesis الـ Neuro Hypothesis تمام هلأ لما إجوا وكوّنوا لي وتكوّنت لي الـ Pituitary Gland صار في عندي مناطق في الـ Pituitary Gland هاي المناطق جزء منها تابع للـ Anterior Pituitary وجزء منها تابع من Posterior Pituitary هلأ شو الأجزاء اللي تابع على الـ Anterior Pituitary جزء من هذا الفرنجي الأكتوديرم طلع لفوق عشان يغطي لي الـ Stalk اللي نازله من فوق تمام؟ فهاي المنطقة اسمينها الـ Paras Tuberalis تمام؟ Paras Tuberalis تمام؟ هاي المنطقة اللي بتغطيه الـ Infindibulum وفي عنا منطقة تانية اللي هي المنطقة الميجر هاي الكبيرة اللي ما أخدي أغلب مساحة الـ Anterior Part أو الـ Anterior Loop of the Pituitary سميناها الـ Paras Distallis وفي عنا هاي المنطقة الخضرة اللي هون هاي سميناها الـ Paras Intermediate هدول الثلاث مناطق طلعين من وين؟ طلعين من الأوروفارنجيال إكتوديرم بعيد مرة تانية لما طلع الأوروفارنجيال أو الأوروفارنجس إكتوديرم تمام؟ كون لي الجزء الأمامي من الـ Pituitary وطلع شوي لفوق عشان يغطيه للـ Infindibulum فها المنطقة اللي غططت للـ Infindibulum سميناها الـ Paras Tupialis تمام؟ والمنطقة الميجر هاي الأمامية اللي هون سميناها إيش؟ Paras Distallis وهاي المنطقة اللي باللون الأخضر سميناها Paras Intermediate هدول الثلاث مناطق طلعين من وين؟ طلعين من الأوروفارنجس إكتوديرم ويشكلو لي الـ Anterior Petuitary تمام؟ إذا بتلاحظ هاي على المقطع العدي هاي هون الـ Paras Tupialis ترجو كيف نغطي شوي الـ Stalic وفي عنده هون الـ Paras Distallis وفي عنده الجزء اللي هو الـ Paras Intermediate تمام؟ Paras Intermediate أوكي فهاي جزاء الـ Petuitary راح تلاحظوا إنه هون الـ Petuitary طالع عملي زي فتحة صغيرة هاي الفتحة الصغيرة اللي هون أوكي هاي اللي هون هاي شو سميناها؟ سميناها روزاكس باوش روزاكس باوش تمام؟ روزاكس باوش أوكي؟ هلأ نيجي لـ NeuroEctuderm لـ NeuroEctuderm أعطانا إيش؟ أعطانا الـ Infindibulum وأعطانا الـ Paras Nervosa تمام؟ وحكينا بما إنه NeuroEctuderm ما بدي يحتوي على Neuronal Cells تمام؟ هلأ وهو بدي يحتوي على NeuroGlial Cells هلأ الفكرة وين؟ الفكرة إنه الـ Neuron أو الـ Body إنه هو الـ Body الـ Cell Body تبع الـ Neurons وين موجود؟ موجود فوق موجود في الثلمس تمام؟ اللي هي السوبرا أوبتك والـ Paraventricular Cells هدول السيلباديز هم اللي بيمدوا الأكزون ستعونه وينزلوهم للـ Paras Nervosa وين موجودين هدولا؟ موجودين فوق في الثلمس ويمدوا الأكزون ستعونه عشان ينزلوا في الـ Paras Nervosa تمام؟ في الـ Paras Nervosa أوكي؟ بالإضافة إنه الـ Paras Nervosa بتحتوي على الـ Neuro Gleal Cells أوكي؟ الـ Neuro Gleal Cells أوكي؟ هذا الجدول بسيط الدكتورة حطتها عشان قرن بين الـ Adeno Hypothesis والـ Neuro Hypothesis الـ Adeno Hypothesis هذا بيحتوي على أبثيل للسلس أحكينا جاي من الأورال إكتوديرن أو الفالنكس إكتوديرن تمام؟ بينما الـ Neuro Hypothesis جاي من الـ Neural إكتوديرن أوكي؟ هلا الـ Adeno Hypothesis أحكينا بيكون لي ثلاث مناطق الـ Paras Supralis Paras Distal والـ Paras Intermediate بينما الـ Neuro Hypothesis بيسويه الـ Paras Nervosa والـ Stalk اللي هو الـ Infindibulum تمام؟ الـ Stain حكينا Darker L-Adeno Hypothesis شفناها قبل شوي بينما الـ Neuro Hypothesis الـ Bale ليش لو ما بيحتوي على الـ Cell Bodies الـ Neuronal Cell Bodies موجودين وين موجودين في الـ Thalamus اللي هم وين؟ السوبرا Optic و إيش؟ و الـ Paraventricular تمام؟ وبيحتوي أيضا على بعض الـ Neuro Balesis الجوه عشان هيك الـ Neuro Hypothesis اللي موجودين في الـ Thalamus بتبين بين لأنه ما فيها Cell Body فيها Nerv Fibers بينما لما يجنس بخل الـ Adeno Hypothesis بتكون Dark لما تحتوي على Epithelial Cell تمام؟ خلينا نبلش هلا في الـ Adeno Hypothesis أوكي؟ هو اللي هو الـ Glandular Part of the Pituitary Gland حكينا الـ Adeno Hypothesis يتكون من ثلاث مناطر حكينا الـ Paras Tupralis لأنه بيحوط الـ Infindibulum الـ Paras Distalis تمام المنطقة الكبيرة هاي والـ Paras Intermediate هلا قبل ما أجي أحكي عن الـ Adeno Hypothesis بديك تحطوا في بالكم فكرة معينة هاي الفكرة إنه الـ Adeno Hypothesis يحتوي على فكرة معينة خليتين أساسيات موجودين في الـ Adeno Hypothesis في الـ Adeno Hypothesis في الـ Adeno Hypothesis شوهم الخليتين؟ خليتين يسميها كروموفوب خليتين يسميها كروموفيض كروموفوب وكرومفيل الكروموفيل والكروموفوب ها دول الـ Two Major Cells الموجودين في الـ Adeno Fices هلاح نلاحظ في كل منطقة من مناطق الأدينوهيسس سواء البارس تيبريلس سواء البارس ديستاليس سواء البارس انترميدر راح نذكر هدول الخلايا تمام؟ هاي الخلايا برضو شبية تفريعات صغيرة منهم هلا نبلش بأول تايب أو بأول جزء من الادينوهيبوهيسس اللي هو البارس تيبريلس البارس تيبريلس حكياً هو بيغطيلي أو بيسكيلي الانفنديبيولم تمام؟ هلأ هذا الpart is a highly vascularized part تمام فيه كابيلرز كثيرة هلأ فكرة وين الفكرة انه انه هذا الpart جيبرياليس بيحتوي على هدول النوعين والخلايا اللي حكيناهم الكروموفوبس والكروموفيلز هلأ ليش احنا سميناهم كروموفوبس وكروموفيل كروموفوبس هي خلايا ما بتحب تنصرر وكروموفيلز هي خلايا بتحب تنصرر اوكي هلأ الكروموفوبس والكروموفيلز شو الفرق بناتهم ما حدا بتحديدا بيعرف بس بيقولك ان الكروموفوبس هي عبارة هي بالاصل كانت الكروموفيلز ولكن الكروموفيلز عشان جواها granules بتكون طلعتهم فصار فيه exhaustion لهاي الكروموفيلز بطلت تنصرر فصار اسمها كروموفوبس اوكي فصار اسمها كروموفوبس اوكي فحبنا نعرف انه البارس تيوبراليس فيه اكثر من شغله انه هاي اللي بيحتوي على اغلب كمية الكروموفوبس يعني وين اكثر منطقة راح تلاحظ فيها كروموفوبس راح يكون جواب البارس تيوبراليس شو هم من الكروموفوبس شو هم من الكروموفيلز سلز ما حدا بيرشو هم بالظبط ولكن بيقولك الكروموفيلز سلز بتكون تحتوي على granules فبتكون تنصبها وببين عليها الصبغة بس نكساميناها كروموفيلز بتحب الصبغة بينما الكروموفوبس لا ما بتحب تنصبها تمام بنيجي الى البارس انترميديا البارس انترميديا حكينا هو يعني جاي هيك في المنتصف ما بين الانتيوب سيوبراليس وفي الان هلا في الهيومن البارس انترميديا ما إلو فنكشن واضحة تمام بيحتوي على الميلانوسايتستيميلائتين او بينفرز من بالترجم też من الانترميديا البارس انترميديا الميلانوسايتستيميلائتم هارمون بينفرز من منطقة في الحيوانات تحتوي على ايش على الكروموفوب ولكن اكتر منطقة في كل الانتيوري باتيوتري بتحتوي على الكروموفوب هي الparas tuberalis هلأ الparas intermedia حكينا في الانيمل بتكون ما إلها function الخلايا بتكون encodes مرتبة ما إلها specific function بينما بالحيوانات الوضع مختلف بتكون الخلايا مرتبة عن طريق layers and cysts والأهم من ذلك إنها هي ومسؤولة إنها تفرز للميلانوسايت ستمولاتي هرمون فهي well developed في الانيمل بينما في الإنسان اتسر من دمينتري آريا ما إلها فايد هاي إنه هون الصورة بتبين للparas intermedia وزي ما حكينا الparas intermedia في الحيوانات بتطلع لي الميلانين ستمولاتي هرمون وبيكون على شكل cyst بيكون في عنا cyst هاي فين هون cyst شايفين هاي هاي المنطقة لكلها cyst هاي في الحيوانات بتكون functional ومهمة بينها وفي الإنسان بتكون rudimentary ما فيها اي اي function وبالأمام في عنا هون البارس ديستاليس وبالخلف عنا البارس نيرفوزا هل انتقل للمنطقة الكبيرة في الادينو هايبوفيسيز اللي هي البارس ديستاليس البارس ديستاليس لو بنيجي نوصوفها كالعادي في عنا اللي هي الكونيكتيف تيشو كابسول ورتيكولور فايبر وفي عنا البارانكيمو وزي ما حكينا في الادينو في الادينو هايبوفيسيز بشكل عام بجميع أجزاؤه احنا عنا تو من cell عنا الكروموفوبس وهي الكروموفيلز تمام وحكينا الفرق بيناتهم الكروموفوبز ما بتحب تنصبه بينهم الكروموفيلز بتحب تنصبه شو هم قالوا لك الكروموفوب هي عبارة عن كروموفيل ولكن فرغت الجرانيولز اللي جواها فصار كروموفوبز تمام لذلك احنا في البارانكيماتات البارث ديستاليس في عنا 2 main أو شغلتين مهمة السلز حكينا عنا نوعين من الخلايا وعنا الشغل الثاني اللي هي dense vascular tissue أو اللي هي fenestrated sinusoid تمام فعنا السلز زي ما حكينا تمام وعنا الفenestrated sinusoid اللي هي بتكون حبارة عن كبلة صغيرة جاي بتوين الخلايا أوكي جاي بتوين الخلايا زي هون هذا حتى بين الخلايا في عنا السلز اللي هي هون هلا كيف بيترتبوا الخلايا بترتبوا على شكل chords تمام على شكل chords أسطر هاي شغلة مهمة هلا حكينا في عنا نوعين من الخلايا الكروموفوبس وتشكل 52% تمام وهاي بالعادي ما بصريلها والكروموفوبس بشكل عام متركزين بأكثر منطقة حكينا وين متركزين هم الكروموفوبس دولة 52% في كل الأدينوفيس وين متركزين أكثر إشي متركزين أكثر إشي متركزين أكثر إشي في 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 بينما الكروموفيلز موزعين على جميع المناطق تمام الكروموفيلز مقسمين لقسمين زي هادي في عنا جزء منهم بيكون بيزو بكل أغمق أو يعني هيك يعني pink أكثر أو عفوا purple أكثر خلينا نحكي purple أكثر والأسيدوفيلز بكونوا يسينو فيلك أو red أكثر البيزوفيلز يسكلون 11% من الكروموفيلز والأسيدوفيلز يسكلون 37% من كل الكروموفيلز يعني الكروموفيلز يقسمون لقسمين بيزوفيلز وأسيدوفيلز البيزوفيلز بشكل 11% من كل 48 والأسيدوفيلز بشكل 37% من 48 فعندنا بيزوفيلز وأسيدوفيلز واضحين الأسيدوفيلز حكينا red أكثر والبيزوفيلز لا تلحسها فاتحة طبعاً الآن البيزوفيلز هم عددهم أقل بس حجمهم أكبر ترجمة أكبرها البيزوفيل بينما الأسيدوفيلز لا بتكون الأسيدوفيلز عددها أكثر بس حجمها أصغر حجمها أصغر من البيزوفيلز أوكي تمام هذا التابل بفرجينا الفارق بين الكروموفيلز والكروموفوبز تمام؟ حكينا الكروموفوبز حكوا هم عبارة عن كانوا كروموفيلز ولكن طلعوا لغرانيولز تاعتها فسميناهم كروموفوبز بطلوا ينصبوا طبعاً هنا لو بنشوف الصورة هون هاي اللي كروموفوبز مبينين تمام؟ لا بصير لهم مبينين ما بصير لهم مبينين ما بصير لهم مبينين هاي اللي شوف هون الكروموفوبز هي ضرعاً اكزوستد كروموفيلز أو فكروها ستم سلسة مش عارفين بالماء بالضبط الافنيتي تو ستين بتكون بري ويك تمام؟ والبيرسن تشكلت 52% ومين اللي موجودة في البارس جيبراليس هلا الاندوكراينسلز أو الكروموفيلز هدول عبارة عن اندوكراينسلز هدول الخلايا بيحتووا على هرمونات تمام؟ فهدول عبارة عن اندوكراينسلز حكينا يقسموا إلى نوعين بيزوفيلز بيكونوا أكبر ولكن عددهم أقل بينما الاسيدوفيلز بيكونوا أصغر وعددهم أكثر اكي they are large polyhedral cells اكي اوكي فاذا بنشوف هون الاسيدوفيلز هدولة اكي والبيزوفيلز هدول هلا شو في عنا خلينا نحكي طرق عشان نعمل ستينينج لهدول الخلايا اكي الطرق في عنا الروتين ستين في عنا سبيشالستين في عنا الاميونوهستوكميستري وأحسن واحد اللي هو الالكترون مايكروسكوب أوكي هلا خلينا نشوف هون هذا الجدول انا عملته عشان نلخص الكلام اللي حكيناه لدينا ها البوفيسس عنا حكيناه ثري مين بارت يهم البارستيوبرياليس 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 هاليو بايسكلر تمام صورة واكثر خلايا مشوفوها الجواهي الكروموفوس و اكثر خلايا مشوفوها جواهية الكروموفوبوس اكي بارستيوبرياليس ذي حكيناه في الإنسان ولكن في الحيوان تعملي الميلانوسايت سوميليتنج هورمون هلأ البراجدستاليس هي أكبر منطقة في الأدين هو هايبوفيسيز تمام؟ إن السترومة اللي بيكون موجود وفي عنا الفرنكي مع الفرنكي تكون من شغلتين رئيسيات السيلز حكينا عنا نوعين من الخلايا والفاسكولر أو الفينستريتد ساينوزويد اللي هي الفينستريتد كابيلاريس أوكي السيلز حكينا كروموفوبس وكروموفيلز كروموفوبس شكل اتنين وخمسين بالمئة تمام؟ وكروموفيلز بشكل تبريد أبعين بالمئة الكروموفيلز تمام؟ يقسموا برضو لقسمين البيزوفيلز والأسيدوفيلز حكينا الكروموفيلز هم أي إنهم بيحتووا على إيش؟ بيحتووا على هورمونات أوكي اللي نيجي هون نشوف الهرموز اللي بتطلع من البارس أو من الأدينوهايبوفيسي بشكل عام هلأ زي ما حكينا الكروموفوبس ما فيها إشي الكروموفوبس هي عبارة عن إكزوست الكروموفيلز يعني الكروموفيلز بيكون تحتوي على الجرانيولز اللي بتحتوي على الهرمونات ولكن الكروموفوبس تكون هاي الكروموفيلز طلعت هاي الجرانيولز فصار لها فهم الكروموفوبس هم عبارة عن خلايا ولكن هاي الخلايا بتكون بعد ما الكروموفيلز طلعت الكونتنتات أو يشكله 52 بالمية أوكي نروح للكروموفيلز وحكينا الكروموفيلز يقسموا هم 48 بالمية وقسموا 11 بالمية بيزوفيلز و 37 بالمية أسيدوفيلز البيزوفيلز عددها أقل ولكن أكبر بالحجم الأسيدوفيلز عددها أكثر ولكن أصغر في الحجم تمام؟ هلأ البيزوفيلز البيزوفيلز ها دولة اللي عددهم أقل عددهم أقل حجمهم أكبر بيطلعولي 3 main hormones البيزوفيلز عددهم أقل حجمهم أكبر بيطلعولي 3 main hormones ثاني جزء من البيزوفيلز هو عبارة عن غناتو تروبكسيلز بيطلعلي الفلكراسيوميليتنج هرمون واللود هي الهرمون أوكي؟ أوغلوتينيزينج هرمون هلأ هدولة بيشتغلوا وين؟ بيشتغلوا على القناتس بيشتغلوا على التستس ممكن نحكي والأوباريز بيشتغلوا على الأوباريز كمان هلأ الجزء الثاني اللي هو الثايرو أو الثايروتروفيك سلز الثايروتروفيك سلز بنقسم الثايروتروفيك سلز ما تقولهم علاقة بالثايرويد رح يفرجوا لي الثايرويد استوميليتنج هرمون رح يفرجوا لي الثايرويد استوميليتنج هرمون طيب الجزء الثاني اللي هو الكورو تروف سلز الكورتيكو تروف سلز هادول كورتيكو تروف سيلز رح يفضولي الـ ACTH تمام شو هو الـ ACTH اللي هو الأدينو كورتيكو تروفك هورمون اوكي الأدينو كورتيكو تروفك هورمون بروح بيشتغل وين بيشتغل على الـ Adrenal Glands تمام هادولة الثلاثة بيطلعون من الـ Basophils طب الأسيدو فيل شو بيطلعولي بيطلعولي الـ Somatotrope Cells تمام والماموتروف سيلز فيعنا نوعين من الخلايا في الأسيدو فيل الـ Somatotrope Cells بيطلعولي الـ Growth Hormone بينما الماموتروف سيلز بيطلعولي الـ Prolactin والـ Prolactin أو Lactogenic Hormone هادولة إيش هادولة الماموتروف سيلز هادولة مخاصية معينة الماموتروف سيلز هادولة موجودين بس أكيد في الرجال مش زي النساء وحتى النساء اللي بتكون المرأة اللي بتكون مش حامل مش زي المرأة الحامل تمام فدول الماموتروف سيلز بيزيد عددهم موين في الـ Lactating Woman أوكي في الـ Lactating Woman وبكون عددهم قليل في الـ Male والـ Non-Pregnant woman طيب هادل لما يزيد عددهم في الـ Lactating Woman وبعدما تخلص الـ Lactating woman الـ Lactation تابعها وخلاص ويكبر الـ Baby هادولة عددهم هادولة كبير ولا شو بصير فيهم؟ اللي بصير فيهم إشي من يسميه كرينيوفاجي الكرينيوفاجي الخلايا هاي اللي زاد عددها أثناء اللاكتيشن بصري لها أبوبتوزز بتموت بعملية اسمها كرينيوفاجي وبيرجع عددها للوضع الطبيعي تمام؟ في الأسيدوفيلز نعيم الخلايا سوماتوتروب سيلز اللي بتفرزلي كورث هورمون أو السوماتوتروبيك هورمون والماموتروب سيلز بتفرزلي البرولاكتين أو اللاكتوجينيك هورمون طبعا حفاظوهم هذا الجدول الكثير مهم وراح يجي عليه السؤال هلى زي ما حكين احنا في عندنا انواع لإحيل دعنا حكي للستينيك يوكي عننا انواع للستينيك هلى من ضمن هاي الأنواع للستينيك إيش بيسميه الم levee الم виде المحمل تتكلم شو الم type المحمل تتكلم المse Second Typeắt المپر تتكلم ببقوا علي الخلايا بناء على ال MOzo فكل الخلية من الخلايا اللي هم الأسيدو فيها والجلبيزو يتم صبغها بناءً على الكميكال اللي بتطلع فكل كيميكال بياخد صبغة معينة وهاي الصبغة بتعطيني خلينا نحكيه بتنصبغ طريقة معينة تمام ففي عنا الهلا الأحنا حكينا عن الانتيريور بارد اللي هماحكينا في عنا أسيدوفيلس وفي عنا البيزوفيلس تمام وفي عنا الكروموتروف الكروموتروف حكينا هاي خلاص لما تكون الثاني البيزوة الاحيض الذي تفرضني يوم القضاء ووما بالحصة الثانية وبينما الاسيدوفيلز او البازوفيلز عفوا تكون ثري خريطوف الخلية الاولى اللي هي الوة اللي بتفرضلي الهرمون Kelly بعدين عنا اللي هاي المسملة بعدين عنا الفيروتروف Tostani き هرمون واخر ايشي عنا الكورتيكو توف tentorotrophز الاسيدو كورتوتروفيك هورمون اللي بيشتغل على الأدرينو اللي لا تمام فاحفظوهم هدول زي اسمكم أوك تمام هيك مكون خلصنا الجزء الأمامي اللي هو الأدينوهايبوفيس ننتقل للجزء الخلفي اللي هو النيوروهايبوفيس والنيوروهايبوفيس اللي هو يتكون من two main types أو two main components اللي هو الانفندبيولم تمام اللي نازل من فوق بالإضافة للباروس نيرفوس كنا بنعرف انه النيوروهايبوفيس هو عبارة عن النيورون يعني part عصبي تمام والpart العصبي يحتوي على two main components النيورون والنيوروهايبوفيس تمام السلبة دي طبع النيورون الموجود في النيوروهايبوفيس وين مكانه هل مكانه في نفس المنطقة في ال posterior part ولا جاي لفوق فعلياً السلبة دي تعون ال posterior part فوق في النيوروهايبوفيس بتعونهم لوين لنيوروهايبوفيس لتحد اوكي اوكي عم طريقة ايش عم طريقة الانفندبيولم فالسلبة دي مش موجودين داخل النيوروهايبوفيس لا جايين فوق في الهايبوثلمس فعلياً فعلياً لنيوروهايبوفيس البرس نيربوزة كونتين تو مين بارت البرت الاول هو الانفندبيولم تمام هو عبارة عن سلندر ستارك of nerve tissue that suspend the pituitary gland from the phase of the brain تمام نسميه الpituitary ستارك اوكي هو اللي حامل الpituitary gland والبرس نيربوزة تمام هذا البرس نيربوزة هي المنطقة الخلفية من ال pituitary gland and it's connected directly with the hypothalamus of the brain by the axons وشفنا انه الhypothalamus تحتوي على خلينا نحكي على السلبة ديز تمام وال السلبة ديز هدولا بينزلوا لا عن طريق الـ axons في لا الوين لا ال لا لا posterior part او لا البرس نيربوزة عن طريق الـ axons اوكي فلو بدنا نحكي عن الـ component تاعت الـ Neurohypophysis واحد عندنا الـ Unmyelinated axons تمام هدول الـ Unmyelinated axons من وين طالعين طالعين من الـ Neurosecretary cells اللي هما السوبراوبتك والباراف انتركلر الموجدين وين في الثلمس السلبة ديز في الثلمس ويطلعو لي Unmyelinated axons تمام هلا هاي الـ axons بتعمل الترانزميشن لـ between الـ Hypothalamus نازلين لتحت باتجاه البتوتري في عندنا نسميه Hypothalamic Hypophysial تمام يعني احنا في عندنا هون عندنا هون خلينا نفرض انه عندنا هون السلبة دي هون اوكي في هاي المنطقة اوكي هنا اوكي هلا السلبة دي هدولا بظلهم نازلين الـ axons تعونهم باتجاه وين باتجاه الـ posterior part اذا حكينا انه هون عندنا تمام هون لو نفصلها بالنص هيك اوكي هون الـ anterior part هون الـ posterior part هون الـ posterior part اوكي هلا السلبة دي بيكون تبع الـ posterior part الـ posterior part او الـ بنزلوا الـ تعونهم باتجاه الـ posterior part او الـ وبينقلوا الـ secretion هاي الـ التراكت اللي هون اللي صارت نسميها Hypothalamic Hypothalamic Hypophysial التراكت تمام هلا انزلنا وصلنا لعند الـ posterior part of the hypothalamus تمام في عنا منطقة مسميها hearing bodies hearing bodies تمام من hearing bodies هاي المنطقة بيتم بكون فيها عبارة عن red bodies homogenous red bodies وضغطها انها تخزني secretions اللي بينزلوا من اللي بينزلوا من cell bodies الموجودين بالـ hypothalamus فوضفتهم انهم تعملوا stored in dilated terminal end of these axons فهم جايين على نهاية الـ axons هاي الـ axons اللي نازلين من السرب bodies حاملة محا secretions بنتهوا بالـ hearing bodies هاي الـ hearing bodies عبارة عن red bodies تخزن secretions تمام هلا في عنا البتوتري سايتس البتوتري سايتس تمام هدول عبارة عن neuroglial cells اوك وهدول الـ وضفتهم يقول لي supportive function and nutrition function وما الى ذلك تمام واكيد في عنا rich blood capillary plexus حكينا دائما احنا في عنا cell وفي عنا blood vessels اوكي فحكينا عن cell bodies حكينا عن hearing bodies وحكينا عن البتوتري سايتس البتوتري سايتس وحكينا عن rich capillary اوكي فعنا هاي hearing bodies ان axon terminals اوكي وال B2 سايتس موجودين هون بالاضافة للك capillaries اللي بكونوا موجودين عشان يحملوا the secretions اوكي فهاي الفكرة هلا the neurosecretary cells اللي هم اللي موجودين في the hypothalamus superoptic والbara ventricular اوكي حكينا بعملوا secretions بتاعهم secretions تبعهم بنزل عن طريق the hypothalamic hyperphysial tract بوصل لهم لعند hearing bodies هدولا بكونوا عبارة عن bodies او red bodies موجودين على ال near axon terminals هاي هم هاي هم هدولا زي هيك تمام وظفرتهم انهم يخزنوا secretions اللي جاي من the neurosecretary cells او superoptic cells اوكي هلا هاي secretions ايش هي عنا عنا اول secretion اللي هو oxytocin تمام والتاني secretion اللي هو anti diuretic hormone ف posterior part of the pituitary gland بفرز لي او the neurosecretary cells اللي موجودين في the posterior part of the pituitary gland بفرزو لي هرمونين مهمين اول واحد الاكستوسين تمام ثاني واحد anti diuretic hormone الاكستوسين وظيفته يعمل الاكستوسين 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 وهذا بنفرز اثناء الولادة اوكي برضو بساعد انه سير في عندك contractual maio epithelial cells الموجودين حوالين memory glands عشان يطلعوا الحليب اوكي هلا anti diuretic hormone شو وظيفته وظيفت ال anti diuretic hormone انه يعمل لي هلا احنا بنعرف انه ان الدم بيتفلتر في الكدني تمام هلا بجوز احنا من فلتر في اليوم في اليوم ما لا يقل عن اه بجوز اه خلينا نجيب الرقم الدقيق شوي بالله تقريبا من فلتر 200 لتر من الدم يوميا تخيلوا ولكن اذا بتلاحظوا ال urine output او كمية البول اللي بتطلع منها هي فقط واحد ونص لتر فاحنا من فلتر 200 لتر تمام وكمية البول اللي بتطلع هي لتر ونص هي لتر ونص طيب شو اللي بيمنع ان هدول 200 لتر كلهم يطلعوا واحد من الاشياء اللي بيمنعهم هو الانتي دايوريتك هرمون انتي دايوريتك هرمون شو وضيفته وضيفته انه بروه بيشتغل على الموجودين في داخل الكدني تمام مش مهم تعرف وين بالضب داخل الكدني بيشتغل هو بيشتغل على اللي بيعمل انه بيعمل ري أبزوربشن ل الفلتر سبستنس وخصوصا فلتر دووتر وبعملها ري أبزوربشن مرة تانية وبداخلها الى الدم تمام ف الميتين لتر هدولة بسبب الانتي دايوريتك هرمون واحد من الاسباب الرئيسية بيخلي الميتين لتر اللي ينزل منهم في البول هو واحد ونص لتر فقط اوكي ف اللي بصير عنا بصير عنا بصير عنا ري أبزوربشن للووتر الاندرينال تيبيول and causing the construction of arterioles to increase blood pressure فالانتي دايوريتك هرمون بيزدل لي البلد برشا برجع لي المية الى داخل الى داخل الدم وبمنع انها تطلع مع البول تمام برضو شو بيعمل الانتي دايوريتك هرمون شغلة تانية بيعمل لسموث مسل فبزيد البلد برشا تمام Increase reabsorption of water from collecting debules lead to hypertonic hypovolemic urine hypertonic hypovolemic urine تمام ليش hypertonic hypovolemic urine لانو انت هادا اليورين اللي بيطلع شلت منو ايش المي فصار hypovolemic تمام صارتك الميته قليلة hypertonic ليش هلا المي احلا بنعرف انها بتعمل هيك داما dilution تمام لما تكون المي كميته كبيرين تعمل dilution اوكي فانت لما تشيل المي من من البول اوكي صارت كمية dilution قليلة جدا صار هايبرتونيك اوكي صار هايبرتونيك فاليورين اللي بيطلع نتيجة الانتي دايوريتك هرمون لما يشتغل هيشيل المي من اليورين فهذا الاشي شو رح يعمل رح يعمل هايبرتونيك hypovolemic يورين تمام حكينا بيشتغل على الكلكتنج تيبيولز تمام الكلكتنج تيبيولز هي اخر مرحلة في الفلترة في during البروزس تحت الفلترة هي اخر مرحلة الكلكتنج تيبيول بيشتغل له الانتي دايوريتك هرمون بيسحب المي من اليورين فاليورين بيكون طبيعته هايبرتونيك hypovolemic تمام هلا لو كان في عندي مشكلة في افراز الانتي دايوريتك هرمون معناته ان الانتي دايوريتك هرمون رح ينفرض بكمية اقل تمام معناته كمية المي رح تطلع في البول هي كمية كبيرة اوكي فرح يصير البول ايش hypotonic hypovolemic urate hypotonic hypovolemic urate وهذا مرض تمام اسمه diabetes insipidus ما بعض متأكيد تعرفوا او اسمعته في السكري مريض السكري بروح بتبول كتير ليش بتبول كتير لانه بيكون في عنا غلوكوز كثير في الكلاء الغلوكوز هذا بيسحب المي بيعمل اسموتك بيسحب المي فالمريض بيبلش يروح على الحمام ويتبول بطريقة كبيرة تمام هلا في نوع تاني من السكر اللي يسميه داك insipidus الفكرة فيه انه المريض بتبول كثير بس ليش بتبول كثير ليش بيطلع كميات كبيرة من اليورين لأ بكون عنده مشكلة بشي راز الانتي ديوريتك هرمون لأنه ديوريتك هرمون مش عم بين فرض فما بصير ما مش عم بين عمل عنا ريابزوربشن للمية فبالتالي كمية البول اللي بتطلع كبيرة ويكون ديليوته تمام البتيو سايت او اللي غليل سيلز تمام هم عبارة عن غليل سيلز وطفيتم يعلمون لي سبورتنج وميتابوليك فانكشن لا ال لا ال هو ال بارس نيربوزة او ال نيورو هايبوفيسس زي ما شو شويفين هنا الهيرين بديز لازم يشوفهم هنا هاي هم هو البتيو سايتس هاي هم موجودين اوكي هادول دورو بيتيو سايتس اوكي اه اتوقع هيك مكون خلصنا هادا الجزء او الجزء الاول من هاي المحاضرة هلا الدكتورة بجزء وصلت لعند ال كمات كمان تلت سلايدات لك بس انا ابدأ انهي لعند هون عشان تكونوا انتم بركزين معي وفي المحاضرة الجاي ان شاء الله منكمل كمان و اه نحكي اكثر عن بقية الجلانتس الموجودة عن لعند هون نحكي لكم الله يعطيكم ألف عافية و اي سؤال اي استفسار عنكم اياه يريد تبعتولي و انا دائما جاهز جزء